ذكر موقع تكتيك الروبرت في خبرها من جدا أن المملكة العربية السعودية تسعى مع الصين إلى صناعة مقاتلة الجيل السادس حيث هناك إجمعا داخل وزارة الدفاع السعودية قال أن التعاون العسكري مع الصين يجب أن يتوسع ليشمل صناعات الطيران المتقدمة يأتي ذلك وسط محادثة بين وزارتي الدفاع في المملكة العربية السعودية والصين بشأن التعاون المحتمل في مشروع لطائرة مقاتلة من الجيل السادس فالمعلوم أن الصين ستطور مقاتلة من الجيل السادس بحلول العام 2035 وربما قبل ذلك والمملكة العربية السعودية ربما تريد أن تستغل هذه الفرصة لشراكة استراتيجية مع الصين في هذه الصفقة والتي ستكون لها أهمية كبيرة في مستقبل صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية الصين كانت قد أنشأت وصنعت طائرتين مقاتلتين من طراز عالي جدا جي عشر وجي عشرين ويمكن أن نذكر أن بعض المميزات الجديدة للمقاتلة من الجيل السادس والتي تريد المملكة العربية السعودية المشاركة في صناعتها تشمل القدرة على التحكم في الطائرات بدون طيارة والذكاء الاصطناعية وحتى مستوى أعلى من السرية بفضل التصميم الديناميكي الهوائي يمكن أن تصبح التقنيات مثل الليزر والمحركات التكيفية والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت جزءا من الطائرة الجديدة سيحدد المطورون بعد هذه الميزات ويوضفون أخرى تلائم احتياجات الصين على أفضل وشها هي فرصة تاريخية للمملكة العربية السعودية للمشاركة في صناعة هذه الطائرة وبالتالي تعزيز القدرات الصناعية للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 وربما لما أبعد من رؤية 2030 فقد قدمت شركة صناعة الطيران الصينية في إطار معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في الصين بالفعل مقاتلة من الجيل السادس يجري تطويرها بالفعل في الصين ومن المحتمل أن يتم إنتجها في المستقبل القريب ويظهر في الصور الأولية طائرة مقاتلة من الجيل السادس يتم تطويرها في الصين من دون أن يتم الكشف حتى عن اسمها تتمتع المقاتلة الصينية الجديدة بتصميم غير عادي إلى حد ما فجسم الطائرة منخفض وليس لديها ذيل والذي على ما يبدو سيوفر للمقاتلة تخفيا عن الرادار في الوقت نفسه لدى المقاتلة قمرة قيادة مما يشير إلى أن الصين تحطط لإنشاء نسخة مأهولة من طائرة الجيل السادس ولحظة خبراء العدد الصغير نسميا من الصواريخ الموجودة داخل جسم الطائرة بإضافة لجسم غريب قريب من قمرة القيادة والذي قد يكون نوعا من رشاش مدفعية أو مدفع ليزاريا فبالتوفيق للمملكة العربية السعودية في أي محاولة سواء نجحت أم لم تنجح ونتمنى أن تنجح في إقناع الصينيين بالدخول في شراكة مع هذه الطائرة الخطيرة والتي ستكون لها مستقبل كبير في مجال الصناعات العسكرية والحروب القادمة بالتوفيق للمملكة العربية السعودية رائدة الدول العربية في الصناعات العسكرية